تؤكد وزارة الداخلية أهمية مواصلة الالتزام بارتداء كمامة الوجه في الأسواق والأماكن العامة مع تجنب التجمعات باعتبار ذلك في صدارة الإجراءات الاحترازيات المطلوبة للحد من انتشار كورونا تبذل وزارة الداخلية عبر إداراتها الأمنية جهوداً كبيرة في سبيل مواجهة جائحة كورونا وذلك من خلال التواصل مع المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بأهمية ارتداء كمامة الوجه في الأسواق والأماكن العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي من أجل تعزيز الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع نحن نأمل من المواطنين والمقيمين التقيد بغرارات الأجهة التنسيقية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمام ونحن على ثقة أيضاً بغرارات الأجهة التنسيقية وبتعاون المواطنين والمقيمين سوف نتصدى إلى فيروس كورونا إن شاء الله يقتصر عدم لبس الكمام على الأشخاص اللي فقط يمارسون رياضة الجاري في حالة أنك تمارس رياضة الماشي لازم تكون لابس الكمام حالياً بعطيك كمام عشان سلامتك تفاضل إن التزام الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتحلي بروح المسئولية وعدم التهاون في تطبيقها في مختلف الظروف هو المسار الصحيح لتقليص انتشار فيروس كورونا وتحقيق السلامة للجميع